كما انطلقت فعليات التدريب المصري السعودي المشترقة تابوك 5 والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية ويستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية يأتي التدريب في إطالي خطة التدريبات المشترقة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية ويعد التدريب المشترق تابوك 5 واحدا من أكبر التدريبات المشترقة بين البلدين من حيث حجم قوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية ويأتي تأكيدا على عمق علاقات التعاون العسكري وتنامي الشراقة المثمرة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنصيق البهود لمواجهة التحديات المشترقة بالمنطقة وأكد قائد القوة المصرية المشاركة في التدريب على أهمية التدريب في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع معدلات الأداء القتلي مؤكدا على ثقة في جاهزية العناصر المشاركة بالتدريب على تخطيط وإدارة مهام مشترقة باحترافية وكفاءة عالية موسيقى موسيقى